اشتركوا في القناة وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم من المعلوم أن سوء الظن بالناس مدعاة لتتبع عوراتهم والخوض فيهم بالباطل الذي نهين عنه وفي القرآن نصوص تنهى عن الظن ولكن حالنا مع القرآن هو ما قاله ربنا جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعض رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يقول الله عز وجل في هذه الآية مخاطبا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله ولا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين فلا تظنوا بهم سوءا فإن الظن غير محق وقد قال جل ثناؤه اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله إذ قد أذن الله للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين فأذن الله جل ثناؤه للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير وأن يقولوه وأن يقولوا الخير ولو لم يكونوا على يقين هذا المعنى الذي مررنا به سريعا قد قال به كثير من أهل التفسير فعن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يقول نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا وقول الله عز وجل إن بعض الظن إثم يقول إذا ظن المؤمن بمؤمن شرا فقد ارتكب إثما لأن الله تعالى قد نهاه عنه وفعل ما نها الله عنه إثما وقول الله عز وجل ولا تجسسوا يقول يعني لا يتتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وعلى الظاهر احمدوا أو ذموا لا على ما لا تعلمونه من سرائره فإذا وجدت نفسك مدفوعا إلى سوء الظن دفعا مجبورا قلبك على اعتقاد السوء بشخص ما فتريث ولا تبادر بإظهار ما وقع في صدرك فلعل صبر ساعة يظهر لك ما يغنيك عن الكلام لا يفهم أحد كلامي هذا على أنه دعوة لإغماض العين عن الإثم الصريح والتصرف القبيح ولكن احملي كلامي على أن من أمكن أن نجد لتصرفاته تخريجا حسنا فلنجد ولا يفهم أحد كلامي أنني أميل إلى ترك الأخذ بالأسباب ولكن غاية ما قصدته أن لا نخسر الإخوان بسبب جهلنا بحقيقة حالهم الذي خفي علينا والأنات في الأمور من الحزم وليس من الضعف فلا ننخدع بمقولة البلداء وعن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة التؤدة يعني التأني لنتأنى حتى لو لم يكن من صفاتنا التأني ولنتكلف إلى أن يصبح من أوصافنا فهو أحد خصلتين أحبهم الله ورسوله في الأحنف بن قيس حين قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناه وعن قتادة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا قال هل تدرون ما التجسس؟ هو أن تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره أخرج البيهقي في الشعب عن سعيد بن نسيب قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شر وأنت تجد لها في الخير محملا ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه ومن كتم سره كانت الخيرة في يده وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ولا تهاوى بالحق فيهينك الظن كثيره وقليله في المرتبة سواء ولعلك تسأل إذن لماذا يقول ربنا جل وعلا كثيرا من الظن ولم يقل الظن مطلقا يعني لم يقل اجتنب الظن ذلك لأن من الظن ما هو واجب كحسن الظن بالله وبالمؤمنين كما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وقال إن حسن الظن بالله من الإيمان ومنهما هو محظور وهو سوء الظن بالله وبأهل الصلاح فعن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء وظن السوء هو الذي أمر في الآية باجتنابه ومن الظن ما هو مندوب وهو إذا كان المظنون به مثلا ظاهر الفسقي لكي نحذر منه ونتقيه نحن أيضا ومن الظن الظن المباح وذلك كالظن في المسائل الفقهية كما يعرف ذلك أهل العلم لطيفة الهمزة في الإثم إن بعض الظن إثم هذه عوض عن الواو لأن أصل الكلمة وثم يثم ومعنى وثم أنه يثم الأعمال أي يكسرها بإحباطه لها والعياذ بالله أجارني الله وإياكم من محبطات الأعمال أنت أيها الأب اجتهد أن تضع في بيتك من القوانين ما يدفع عنك الظن السيء في أهل بيتك فإننا والله نرى البيوت تتساقط الواحدة والآخر ما يهدمها إلا سوء الظن نعم إن بعض الظنون حق ولكن كثيرا من الظن إثم أرباب البيوت لنحافظ على بيوتنا محافظة المحب المشفق الحريص على دوام بيته عامرا بدلا من أن نهمل بيوتنا ثم نأتي فنجد الخراب قد نخرها بسبب إهمالنا نحن لا نلقي باللائمة على غيرنا فما أفسد كثيرا من البيوت إلا إهمالنا عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله يعني المعنى أفي مثلك نشك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرى أو قال شيئا قال النووي هذا الحديث فيه فوائد منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم وكان بالمؤمنين رحيما فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما شكا فيهلكا فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع والكبائر غير جائزة عليهم عليهم الصلاة والسلام وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن في الإنسان وطلب السلام والاعتذار بالأعذار الصحيحة اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه ما تستويا في المصلحة فالسنة الإمساك عن الكلام لماذا؟ لأن هذا قد يجر إلى شيء آخر فالكلام الذي هو مباح قد يجر إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وهذا صريح أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فليسكت وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة في إشارة إلى اللسان فهو الذي بين اللحيين وعن نبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يعني لا يتأكد منها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم الحديث رواه البخاري وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وقال عنه الترمذي هو حديث حسن صحيح وأنا إنما أكثرت من ذكر الأحاديث لأنني لم أجد ما أوضح به قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعانا لله وإياكم على الخير يقول أبو حاتم البستي صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لألا يكون مريبا فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير فكذلك صحبة الأشرار تورث الشر وإياي وإياك أن نتواجد في مواطن التهم والريب لأن من أسباب إساءة الناس الظن بالمرء تواجده في أماكن الريب والفجور ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن قال سفيان الثوري الظن ظنان أحدهما إثم وهو أن تظن وتتكلم به والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم سهل بن أسلم يقول كان بكر بن عبد الله إذا رأى شيخا قال هذا خير مني عبد الله قبلي وإذا رأى شابا قال هذا خير مني ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب وكان يقول عليكم بأمر إن أصبتم أجرتم وإن أخطأتم لم تأثموا وإياكم وكل أمر إن أصبتم لم تأجروا وإن أخطأتم أثمتم وإن أتيت شيئا من الذنوب وسترك الله منه فلا تفضح نفسك فإن حديث الإنسان عن معصيته لمجرد التفاخر أو لسقوط حيائه هو لمن أعظم السفه تب إلى الله عز وجل واستتر عسى الله أن يصدح ظاهرك وباطنك فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وقال في حق ماعز رضي الله عنه هل لا سترته بثوبك يا هذا وخرج حذيفة إلى الجمعة ففاتته فرأى الناس وهم راجعون فاستتر لألا يسوء ظن الناس به إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن والآن أتينا إلى فقرة الأسئلة والأجوبة سائل يقول هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان كان كامتحان آخر السنة مثلا لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه على مادة الامتحان وهل يجوز لي طاعة الوالدين في الفطر لأنهم سمعوا هذه الفتوى أيضا التي تجز الفطر والجواب أن الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة بالمعروف كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سائل آخر يسأل فيقول ما حكم شرب الماء متعمدا أثناء الصوم وقد شعر الصائم بتعب شديد هل عليه قضاء ذلك اليوم أيضا؟ والجواب من شرب في نهار رمضان متعمدا فسد صومه ووجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم يعني ذلك اليوم الذي شرب فيه الماء حتى لو كان بسبب التعب الشديد مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى سائل آخر يسأل فيقول أنا رجل مريض بالسكر ولي إبرة تضرب تحت الجلد وإذا لم أضرب هذه الإبرة فإن السكر يرتفع عندي وحيث إني أعاني من هذا المرض خصوصا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ والجواب لا حرج عليك في أخذ هذه الإبرة المذكورة نهارا للعلاج ولا قضاء عليك لكن إن تيسر لك أخذ هذه الإبرة ليلا بدون مشقة عليك وضرر فذلك أولى وأفضل سائل آخر يسأل فيقول ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت هذه الحقن للتغذية أو التداوي والجواب يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان لأن هذه الحقن في حكم تناول الطعام والشراب فهي تشبع فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى وأفضل أيضا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم وأسأل الله لي ولكم التوفيق وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة